في الفترة الماضية، ألاحظنا أن هناك شركات مثل هواوي منظومة كبيرة من الأجهزة بين جوالات، لوحيات، لابتوبات، إكسسوارات، من البسال الثكية، من ساعات وغيرها من الأشياء هذه المنظومة تتكامل مع بعض إذا الشركة تضع هذا الموضوع في بالها والتكامل ينتج عنه شيء مره رائع في الانسجام وفعلياً هواوي مخطط حاجة اسمها 1 بلس 8 بلس N ولكن ما يعني هذا المصطلح؟ أشرح لكم ويقول لكم كيف تستفيدوا من منظومة أجهزة هواوي الموجودة لكم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حكم فيصل السيف وبالفعل، منظومة استحدثتها هواوي وهي 1 بلس 8 بلس N هذه المنظومة تتبع نهج حطته هواوي بفكرها AI Seamless Life نستطيع أن الحياة المتواصلة بشكل مرة رائع ومرتبطة مع بعض مع تقنيات الذكاء الاصطناعي فـ AI Artificial Intelligence Seamless Life المصطلح يمكن أن يعني لكم الكثير، ولكن مهم جداً عند الشركات التي تهتم في إعطاء نموذج مرتبط بين أجهزتها رأيناها من شركات كثيرة، وفي هذا الفيديو سأتحدث عن هواوي وكيف تطبقوها صح في أجهزتهم وفي التقنيات المختلفة ومن البداية، دعنا نبسط 1 بلس 8 بلس N رقم واحد يدل على الأجهزة الأساسية والتي هي الجوالات علامة الزائد تعني تقنية المشاركة هواوي Share الرقم ثمانية يدل على الاكسسوارات مثل ساعة هواوي GT2 Pro وسماعات Free Buds Pro علامة الزائد الثانية تدل على أجهزة الاتصال بتقنية 4G وال5G مثل المودمات والراوترات وغيرها من الأجهزة التي تمكن الاتصال وسهولة التحكم فيهم باستخدام تطبيق هاي لينك وأخيراً لدينا الان تعني أجهزة إنترنت الأشياء سواء من هواوي أو من شركات الطرف الثالث والتي تم تصيلها عن طريق تطبيق هواوي Share وتطبيق هاي لينك وهالتطبيقين مهمين جداً في منظومة هواوي لأنهم يمكنوا الارتباط بين أجهزة 4G وال5G وأجهزة الجوال وربط أجهزة الأكسسوارات والملبوسات الذكية وكل هذه المنظومة في بعض بل أيضاً يساندوا في مشاركة الملفات وتقنيات متطورة بين نفس المنظومة ببسط الموضوع أكثر بمثال من عندكم فمثلاً لو عندكم جوال هواوي ميت فورتي برو نختصره من جديد الجوال يعطي تقنيات جداً عالية أولها لو تكلمنا على الأمان العالي في فتح القفل بالوجه بإستخدام حساسات الثلاثية الأبعاد الموجودة في الكاميرات الأمامية أيضاً ميزة الاتصال المي تايم في الميت فورتي برو هذه هي طريقة الاتصال تمكن اتصال رائع عن طريق الواي فاي، يكون فيديو وصوت مثل الفيديو وأيضاً الدقة تكون إلى 1080 بي في مكالمات الفيديو وتخيلوا أيضاً في نفس المكالمات تستخدموا مشاركة لنفس الشاشة وتنتقلوا بالقوائم بإستخدام ميزة الـ AI Gestures الإيماءات مع الذكاء الاصطناعي وهي ميزة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحكموا بالجوال من خلال الإيماءات بالهواء أنا لا أتكلم عن تطبيق، أتكلم عن الإيماءات نفسها تجعلكم تغيروا الصفحات ونتقلوا بالأشياء الموجودة في الجوالات من بعيد وبنفس الحساسات الأمامية الموجودة حلو، فصار عندنا الواحد ميزة ثانية تستفيد منها بنفس المنظومة هي ميزة Multi Screen Collaboration مشاركة الشاشات المتعددة التي ستتمكنكم من ربط Mate 40 Pro مع هواوي مع إمكانيات التحكم بالجوال من خلال نافذة طولية في شاشة اللابتوب تستخدموا مكافة تطبيقات جوالكم على اللابتوب مثل سناب شات وتيك توك بسلاسة الآن، الزائد الأول هو هواوي Share ودعني أربط ما بين الجوال مع اللابتوب نعم، نستطيع مشاركة الشاشة مع اللابتوب كما ذكرت لكم وميزة Multi Collaboration التي سبق وتكلمت عنها قبل قليل، مدعومة على لوحة MatePad Pro تخيلوا أن تستخدموا التطبيق Microsoft Teams الذي في Mate 40 Pro على MatePad Pro جاءت الرقم 8 والملبوسات الذكية دعني مثلاً أخذ الفري بودز برو الفري بودز برو مع Mate 40 قد متوافق تام وسهولة وسرعة في الاقتران مع بعض أيضاً، إذا وصلت السماعة على تطبيق AI Life، ستحصلوا مزايا عديدة في السماعات مثل أنماط عزل الضجيج الذكية التي تستطيعوا تختاروا منها بحسب الجو الذي لديكم أيضاً، نريد أن تفعلوا الـ Awareness Mode وهو مثل النمط المحيطي، وهو تنبيهات للمحيط الذي لديكم يخفف عزل الضجيج لكي تستطيعوا تسمعوا الذي حولكم ميزة إضافية ستستفيدون منها وهي الاتصال المزدوج والتي تمكنكم من ربط السماعة على Mate 40 برو ولوحي Mate Pad برو والاستماع بمحتوى الجهازين على السماعات في نفس الوقت ملاحظين؟ كلما أذكر جهزة، كلما هم مربوطين أكثر مع بعض ولو أخذت مثال ثاني غير الفري بودز برو، لديكم ساعة الـ Watch GT 2 برو تقدم توافق ممتاز مع Mate 40 برو تستطيعوا تشاركوا الصور من Mate 40 برو وتصبح خلفية للساعة بلمسة واحدة من خلال ميزة One Hub أيضاً، مع ربط الساعة على تطبيق هواوي للصحة هواوي Health ستحصلوا على مزايا عديدة مثل متابعة عدد الخطوات والمسافات ومعرفة عدد السعرات التي تم حرقها أيضاً معرفة نبضات القلب والنسبة للـ SPO2 ولا ننسى أن التمارين المتوفرة في التطبيق وفي الساعة وغيرها من الإمكانيات الأخرى وأيضاً من تطبيق الصحة الموجود على الجوال على Mate 40 برو تقدروا تفعل نمط المون فيز وتصبح واجهات الخلفية للساعة تتبع نفس القمر الذي أخذت وضعه من الجوال مربوطي مع بعض والتوافق يستمر مع أجهزة كثيرة من هواوي فمثلاً، بلمسة واحدة من خلال تقنية One Hub تقدروا توصله Mate 40 برو مع سماعة هواوي ساوند اكس والاقتران السريع ترى أيضاً موجود في سماعات FreeBuds Studio فإن تظهر لكم نافذة صغيرة على Mate 40 برو وإن تحاولوا تمام الاقتران لكي يصبح الأقتران سريع وسهل وهواوي حتى في الخدمات يستثمرون بشكل كبير فعندهم الهواوي كلاود هي خدمة سحابية تعطيكم مساحة تخزينية معينة وقابلة للزيادة بمبلغ رمزي بحسب احتياجكم ستمكنكم من حفظ الملفات سواءً من صور أو صوت أو فيديو وأيضاً حفظ النسخ الاحتياطية وغيرها أيضاً لا ننسى متجر التطبيقات الأب غالوري التي فيه كمية مبسيطة من التطبيقات الأساسية والبديلة وأيضاً هواوي وفرت محرك بحث البيتال سيرج الذي سيمكنكم من تحميل التطبيقات من خلال متاجر الطرف الثالث أو من الموقع الرسمي للتطبيق يريد أن تتأكدوا مدى الأمان لهذه التطبيقات أيضاً هواوي لديها مجموعة خدمات تساعد في إثراء تجربة الاستخدام مثل هواوي Themes التي من خلالها تستطيع تحميل الثيمات والخلفيات وأيضاً هواوي لديها مجموعة تطبيقات ترفيهية مثل تطبيق هواوي ميوزيك وهواوي فيديو شيء إضافي أحب أن أذكره، تسجيلكم بعضوية هواوي ID سيقدم لكم أمان وحماية أفضل لأجهزتكم أيضاً تطبيق مركز العضوية الخاص بهواوي سيقدم قسائم وعروض حصرية للمستخدمين بالإضافة لنقاط قابلة الاستبدال في حال تسجيلكم بعضوية هواوي ID وصلت إلى الزائد الثاني الزائد الثاني، كما ذكرت في بداية الفيديو، أجهزة 4G وال5G نتحدث عن الراوترات والعادس بوتس والأشياء التي تنتجها هواوي لتمكين إتصال كامل المنظومات الذكية بالإنترنت واستخدام التقنيات 5G وغيرها من التقنيات التي تطورها هواوي على نفس منظومتهم والأجهزة هذه لها أنواع كثيرة وأيضاً تلاقوها متوفرة بخيارات كثيرة لتشغلوا النت عن طريق راوتر ويكون لديكم ثابت في مكان واحد في البيت أو تأخذوا الأجهزة المتنقلة التي تفيدكم فتكون باور بانك، تكون فيها إمكانيات إضافية، منافذ، حتى كابل النتورك موجود في بعض هذه الخيارات فبالفعل باقة كبيرة من الأجهزة وأخيراً، الأن، أجهزة إنترنت الأشياء سواء من هواوي أو من شركات أخرى وأحسن مثال على الأن، عندما ذكرت كامل هواوي في مدينة الرياض وجدت أن كل شيء مرتبط مع بعض من الغلايا إلى الرطوبة في الجو إلى المخداء التي تراقب النوم فمنظومة ضخمة من الأجهزة وبالتالي، أستطيع أن أقول أن كل أجهزة هواوي الموجودة في هذا المكان تتناغم وتنسجم مع بعض بمستويات مختلفة ولكن مرتبطة فحققت عملية OnePlus 8 Plus N وهذا الشيء الذي تفكر به هواوي مع المستخدمين أيضاً وهواوي تريد هذه الثقافة أن تكون لدينا أيضاً بحيث أن كامل الأجهزة تساندنا وتدعم بعضها بعض فالساعة ستساند الجوال والجوال يساند نفس اللابتوب ونستطيع أن نشارك فيه ملفات ومحتوى مع غيره من الأجهزة ودائرة متكاملة كل الأجهزة التي ذكرت في هذا الفيديو تجدونها مراجعة عندي على القناة فأي جهاز مجرد لا تكتبوا اسمه على نفس اليوتيوب وتضعوا اسمه معه على طول أن يظهر لكم المراجعة وبإذن الله، منها تقدروا أن تقيموا احتياجاتكم وأيضاً، إذا وجدتم في هذا الفيديو أحد أجهزة هواوي التي خاطركم فيها دائماً هم يعملون عروض ودائماً يعملون أشياء بشيء معه، وسأضع لكم الرابط في وصف هذه الحلقة والشركات الرائدة ليست فقط أجهزة أيضاً تربط هذه الأجهزة مع بعض وشاهدناها من شركات كثيرة واحد الخيارات هو هواوي فقيموا اختياراتكم والله يبارك لي ويبارك لكم يا رب العالمين دائماً، شوفوا الشيء الذي سيفيدكم واستخدموا الفائدة إلى أقصى حد وبالتالي، نكون صح مستخدمين للتقنية ليس فقط مستهلكين نهاية الفيديو وكل فيديو سبحانك الله وبحمدك أشهدوا لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أراكم على خير بإذن واحد أحد ومعرفكم من الآن ترى مراجعة الميت فورتي برو واحد من أجمل الأجهزة التي طلعت مؤخراً من شركة هواوي